مؤخرا صدر بحث مهم جدا لمجموعة باحثين من برازيل والمملكة المتحدة بيتكلم عن خطورة نقص فعاية مندال من الجسم منذ الصغر وبيقول ان نقصه بيأثر على القوة العضلية للاشخاص بشكل كبير في الكبر او في الشيخوخة وبالتالي بيأثر على وظائف الجسم بشكل عام طبعا محدش بيختلف على ان فييتمين دال مهم جدا لجسم الانسان وهو واحد من اهم الفيتامينات اللي لازم تكون موجودة بشكل كافي في الجسم لكن بقى المشكلة بتيجي من ان كتير مننا اصلا ما ممكن ما يكونش عارف ازاي يقدر يكتسب الفيتامين ده بشكل صحيح وسليم او اصلا ايه هي المصادر اللي ممكن من خلالها يبقى عندنا في جسمنا او في جسم اطفالنا النسبة كافية من فييتمين دي وكمان حاجة تانية مهمة اوي وهي اننا ممكن ما نكونش عارفين ايه هي المرحلة العمرية اللي لازم الطفل او الشخص يكتسب فيها فييتمين دال بالشكل الصحيح لان ممكن جدا نقصان فييتمين دال عند الاطفال مثلا يكون ليه تأثير كبير على المدى البعيد وده اللي اثبتته البحث اللي اتكلمنا عنه من شوية اكيد بقى كل ام واب مهم جدا عندهم ان هم لازم يكونوا يمركزوا في ولادهم ويهمهم ان التكوين العضلي لطفلهم يتبني بشكل صحيح وانه لما يكبر ما يكونش عنده اي مشاكل في قوته العضلية وسبب رئيسي من الاسباب اللي بتساعد على ده بشكل او باخر هو وجود فييتمين دال بالشكل كافي في الجسم والحقيقة الكلام ده طول الوقت كتير جدا وبنتكلم عن اهمية فييتمين دي بالنسبة للجسم لكن للأسف كتير برضو بنسمع او بنشوف مبالغات كتير قوي بخصوص الموضوع ده وكتير بنسمع برضو نصائح بتكون خاطئة تماما من الاشخاص ومش متخصصين وده اللي ممكن كمان مع الوقت يعمل ازمات صحية كتير لاطفالنا ولينا احنا كمان لمجرد اننا ما نتعاملش معاه بشكل صحيح وبنتعامل معاه وبنتعامل في حاجات ما تخصش اصلا فييتمين دي